وينضم إلينا الآن من رمالة مرسلنا ضياء حشية ضياء تغير مكانك الآن يبدو أن المسيرة بدأت في التحرك أم لم تنطلق بعد يعني أين هي المسيرة الآن ضياء داليا فعليا المسيرة تم إلغاؤها انتهت أيضا وسط مدينة رمالة بعد الوقفة التي شاهدناها قبل حوالي ساعتين من الآن لن تصل إلى حيث نقف عند المدقل الشمالي لمدينة البي رأية مسيرة رغم أن الجيش الإسرائيلي استعد ووضع قوته في أهبة الاستعداد تحسبا لقمع كل المسيرات التي قد تنطلق وتصل إلى هنا ولكنه في نهاية المطاف انسحب بعد أن لربما أيقن أن المسيرة لن تأتي ولن يكون هناك مسيرة فلسطينية بطبيعة الحال نحن نلاحظ هذا اليوم بأن المسيرة التي شارك فيها فقط أفهم منك هذه التفصيلة هل ألغيت المسيرة خوفا من اندلاع مواجهات؟ يعني لم يحدد السبب لماذا تم إلغاء هذه المسيرة رغم أنها مسيرة كانت تضم قرابة 300 إلى 400 شخص شاركوا في المسيرة وسط مدينة رمالة وأيضا كانت القوى الوطنية والإسلامية دعت أن يتم التوجه بعد الانتهاء من هذه الوقفة باتجاه مستوطنة بيت إيل وباتجاه المدخل الشمالي لمدينة البيرة ولكن أي من المشاركين في المسيرة لم يصل إلى هذا المكان إطلاقا تصلنا بعدة جهات لم يكن لديهم أي مبرر ولم يكن لهم أي حجة لماذا تم إلغاء المسيرة فقد اكتفوا بأنه تم إلغاء المسيرة بين قوسين نحن نتحدث فعليا عن اتصالات لازالت تجرى على مستويات عليا وأيضا حركة فتح كانت شكلت لجان بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والنشطاء المقاومة الشعبية في كل مناطق الضفة الغربية لحماية السكان كما قال البيان الذي صدر عن بعض أعضاء من حركة فتح بطبيعة الحال أيضا هناك حديث هذا اليوم حول رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قال بأن الأسابيع القادمة سنشهد خطة الضم لعدد وأجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية ألغيت مسيرة اليوم لكن هل تبينت من أسئلتك لمصادرك إن كانت ستستمر نفس الوطيرة من الفاعليات ذاتها داليا فعليا لن يكون هناك مسيرات في الوقت الحالي رغم أن الوقوة الوطنية والإسلامية كانت أعلنت أن هناك برنامج تصاعدي سيتم العمل به خلال الأيام القليلة القادمة بمعنى أن هناك ربما تكون وقفات ربما تكون اعتصامات ربما تكون مواجهات عند الحواجز الإسرائيلية على وجه التحديد عند المدخل الشمالي لمدينة لبيرة أو عند منطقة الخليل وبيت لحم ومناطق الاحتكاك المنتشرة في الضفة الغربية ولكن أعود إلى ما يحدث على الأرض نتنياهو كان التقى بقادة المستوطنين وهم 12 يمثلون أكثر من ربع مليون مستوطن في الضفة الغربية أخبرهم بأن خراءة الضم ليست جاهزة وأن الأسابيع القادمة ستشهد خطة الضم وسنقوم بتطبيق خطة الضم هذا ما قاله نتنياهو خلال لقائه مع قادة المستوطنين وقال بأن الأمور يجب استغلالها لأنه لن يأتي تاريخ على إسرائيل منذ 73 عام وحتى هذا اليوم كما يحصل هذا اليوم بأن هناك فرصة مواتية لضم أرض إسرائيل كما قيل وأن الرئيس الأمريكي الذي يدعم هذه القضية وهذه الخطوة يجب أن يتم التخلي عن هذه الخطوة أو التراجع أو تأجيلها شكرا جزيلا من رمالة زميل نضياء حشية